وايه عالدورة روما ايه عالدورة ما حدا بيقبط باللبنان وبيدفع بالطلق هايدي مش معانات بعد اليوم أحسن من بكرة اليوم عم نلاقي ناكل بكرة يمكن ما نلاقي والله لايك بنزين بدك تنطرش ساعتين ثلاثة بالشاوب وبالصيف يا برك الله اليوم الله يباني خمسة الصبح عماني بنفي قبلنا شيء أربعين خمسين سيارة ومنوقف بها الدور ناخد معنا ترمس قهوة من البيت منظهروا معنا ومنوقف منقضيها قهوة وصيجارة قهوة وصيجارة لا حتى يجي دورنا لا حتى ينعب الساعة 11 الساعة 12 انو بداي يفتحوا خط بمحافات البنزين لطباق والقضاة والضباط خاص فيهم هن تعبولهم ما يخلوهم يتعب ويتعذبوا بكتير او يضرب الدور يعني ما بعرف انو كيف عم بيفكروا بهذا الموضوع وبقيت العالم ما خاصة شبارة التكسي اللي هو ما بعرف انو هذا اللي بينطر بنص نهارتا يا عبي بنزين انو هنو اللي قالوهم حلالو وللشوفيرات التكسي حرامة الخاضي قاعد ورا مكتبه بشفرقين معه الضابط قاعد ورا مكتب بشفرقين معه لشوفير التكسي هو الاكترشي عم يتعذب ويتعطر يا عمي بالشوف و بالشمس و بالحريق صلب المعاناة اللي إلنا نحنا بعج فيه عن مطاقة انو نشتغل نحنا يعني نكفيها لما تقعد ست ساعات او سبع ساعات على المحطة كيف بدي عود فيه رجع عشتغل وكفي شغله فعدنا اتبعنا اليوم تقنية تالتي خاصة جديدة اللي هي بتقول انو في طلع المحطة اللي بعبي منا في باب خلفي سري وهيدا الباب السري مفتاحه 20 ألف ليرة فقالنا منضحي بالعشرين ألف ليرة حتى منوعة ساعتان ثلاثة هيك هيك الساعتان ثلاثة بيطلعولي العشرين ألف ليرة راح نص نهار علينا وراح نص قيمة البنزينات علينا بقيمة البرطيل اللي عم نعطيه حتى نقدر نفوّل الشي أنا عارف هذا الشي صاري السيرفيز صار عال شي خمس عشرات لا هيا خمس عشرات أربع تلاف وخمس تلاف سيرفيز ها عشر تلاف صار ها ومن معه يعطيك عشر تلاف يعني خمسة ستة فيه أحيانا بس زبون بيعطيك عشر تلاف رجع له أربع تلاف أو خمس تلاف بيقل لك بلاها والله يا صاري هايدا موضوع بتسعير مضحكة طلعت تنكة البنزينا على الأربع على الأربعين ألف من رأسنا نحنا أربعين ألف زادت عشر تلاف من زادت ألفية وزادت ألفية صارت خمس تلاف بعدين شوي شوي صار نيقسمة انه عم بيقضوا ثمان تلاف وحشر تلاف فش كيف مشيت هلا حسب الزبون هيك ماشيت يعني ماشي ماشي من دوم مافي تسعيرة رسمية لانه بعطيك مافي داولة تسعر ولا نائب شفارية ولا في حدا معنى محارت كل من يده كل ساعة عم يتغير الأسعار باش كل يوم كل ساعة بعد ما حكينا بتصلح سيارة أي تصلح سيارة بدي ضرب لك يا دغري على قيمة الدولار والدولار عزار الصرف حسب اليوم أنا إذا بدي يغير دولار الدولار بخمسين دولار إن شاء الله بيكون الدولار العشرين قال إن شاء الله بيكون بقلد دولار تغير غير ما بتغير حتى بيقلك ما تغير ما بدي يغيرها هؤلاء عم يغلوا عند الدولار يعني بقيوا على القطع هذي كرام طبط ماء هيك قال لي دولار عم بعطيه سبعة عشر ألف قال لي لا ها أتمنتاشر إذا بتحكي ما عاش قد يليها طيب خمس عشر خمس عشر دولار عداي اليوم خمس عشر دولار بيعدوا ثلاثمائة ألف بس ثلاثمائة ألف بدأت تشتغل يومين وثلاثة أيام لحتى تقدر تأمن هلا إذا وقفت سيارتي يعني ما بقى فينا السلعة ما عمل دور الأي سي وعمل دوب دوباء من الشمس كثير بقولوا لك ما بتدورنا الأي سي بقولون أني والله ما بقدر دوره لأن الأي سي ملاطيش معي هو منو لاطيش شغال الأي سي الحمد لله بس أنا بقولون لاطيش لحتالي ما دوره لأن بدو استهلك بنزين زيادة والبنزين صار عزيزة علينا هلا أنا أجمالاً ظلني مدور المكيف أهم سبب هي راحت الشخصية أنه أنا عم بيشتغل ثم مرتاح فعلق الفكرة أنه تدوير المكيف بتوفر علي ماء لأنه إذا ما كنت مدور المكيف بهالشوبات الحيوين هون بد كل ساعة أني نتماي فتلات تلاف ع تلات تلاف ع تلات تلاف ع تلات تلاف ع تلات تلاف لحطير المصريات لأ تدور المكيف ويوصر في شوية بنزين زيادة أنا ومرتاحه وهك ما بحتحش لأنه شباكي هيدا ما بينزل فمضطر كمان تدور المكيف لأنه ما بينزل وبيكلفني تسعين دولار فعن بحجته مندور لنا المكيف أخسم بالله العظيم لحمة ما منجيب على البيت أمنطبخ أكل دلع لحمة شورا يعني؟ طوال برغل وفصوليا ورصد الله يفرج عم لحم منه تسمع لخايف لاك دبينا الملائك دبيناه أنا الملائك ترجمة نانسي قنقر